من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه لكن قولهم قبل أوانه قيده بعضهم على وجه محرم من استعجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه والحقيقة أن هذا القيد قد يحتاج إليه في البيان والإضاح لكن لو لم يذكر لكان الأمر واضحاً لو لم يذكر هذا لكان الأمر واضحاً لأن المقصود من استعجل المحظور قبل آنه حله وإباحته وإلا لو كان قد حل وأبيح فإن المبادرة إليه قد تكون محمودة قد تكون محمودة مثال ذلك الميراث من استعجل الميراث قبل آنه فإنه يحرم عليه ذلك مثال وذلك بأن يقتل من يرثه ففي هذه الحال استعجل الشيء قبل آنه قبل وقت حله لكن إذا مات من غير فعل منه مات بقدر الله بفعل الله دون فعل من الإنسان الكل بقدر الله لكن المقصود بات بغير فعل من الوارث في هذه الحال المبادرة إلى الإرث بتقسيمه وعطاء كل ذي حق حقه محمود أو مذموم محمود لأنه يحسم النزاعات ويعطي الحقوق إلى أهلها ويحقق ما أمر الله تعالى به من أداء الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذا ما أفاده هذا البيت